شهد صباح اليوم فندق سوليكس في العاصمة جميل التوقيع لاتفاقي التعاون بين البلاد ومجموعة ستار تايم الصينية والتي تعمل في مجال تطوير النظام الرقمي في الإيزاع وتلفزيون كذلك بحضور وزيرة الإعلام الناطق الرسمية باسم الحكومة السيدة مادلين ألينغي ورئيس المجلس العالى للإعلام ديادوني جنوباي والعديد من المسؤولين في قطاع الإعلام تقرير محمود موسى الفئلة بهدف دعم وتطوير المجال الإعلامي بشقيه المسموع والمرئي في النظام الرقمي وذلك عبر المناسقية الوطنية للتحويل الرقمي وفي ذات السياق جاء توقيع هذه الاتفاقية بين الحكومة ومجموعة ستار تايم الصينية التي تعمل في مجال تطوير النظام الرقمي لإزاعة والتلفزيون في كلمته بهذه المناسبة المدير العام ورئيس مجلس إدارة مجموعة ستار تايم الصينية جوزون قال إن مؤسسته تعمل في مجال تطوير القطاع الإعلامي في العالم خاصة الدول الأفريقية وحتى هذه اللحظة قد ساهمت بشكل ملحوص في تطوير الأنظمة الرقمية ذات الجودة العالية في المجالات الإلكترونية ومنذ العام 2007 ظلت المجموعة تعمل في مجال تطوير التلفزيون الرقمي في العديد من الدول الأفريقية حتى الآن وأن فكرة النظام الرقمي للإزاعة والتلفزيون اقترحت من قبل أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات مادلين ألينجي وزيرة الإعلام الناطق الرسمية باسم الحكومة قالت إن تطوير النظام الرقمي يعتبر عاملا مهما في العصر التكنولوجي ويسمح للمواطنين تلقي المعلومات والأخبار بسرعة فائقة حسب الأجهزة المعمول بها ويتميز بصوت وصورة ذات جودة عالية ونظر للعلاقات الأخوية بين البلاد ودولة الصين تندرج هذه الاتفاقية التي جاءت بمبادرة من المنسقية الوطنية للتحويل الرقمي وأن هذه الاتفاقية تدخل في إطار تحسين العمل الإعلامي وفق الأنظمة الرقمية المعمول بها دوليا هذا وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر هذه الاتفاقية حيث وقع من جانب مجموعة إستار تايم الصينية رئيس مجلسها الإداري جوزون كما وقع من جانب الحكومة وزيرة الإعلام الناطق الرسمية باسم الحكومة مادلين ألينغي ونشير إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ هذه الاتفاقية 18 شهرا ابداء من تاريخ التوقيع عليها ترجمة نانسي قنقر